ما كان مستحيلاً قبل أشهر لم يعد كذلك اليوم مارين لوبين لم تعد بعيدةً عن الإليزي فقد أكسبتها ثلاثة عوامل نقاطاً إضافية في استطلاعات الرأي مؤخراً فتح المدعي العام المالي تحقيقاً في احتيال ضريب اتهمت به شركة استشارات استعانت بها الحكومة الفرنسية واهتمام مكرون مؤخراً بالحرب في أوكرانيا مبتعداً عن هموم الفرنسيين الداخلية ومواقف مرشح اليمين المتطرف إيريك زيمور المعادية لمسلمي فرنسا والتي أظهرت لوبين معتدلة بالمقارنة معه التقينا والدها جون ماري لوبين مؤسس حزب الجبهة الوطنية الذي تغير اسمه مع مارين إلى التجمع الوطني فشرح ما يرى أنه سبب صعود شعبية الحزب الذي أسسه الهجرة المكثفة أدت إلى سلسلة من النتائج الاجتماعية ينظر إليها الفرنسيون كعدوان عليهم عدد الأجانب كبير ومعظمهم لا يمكن دمجهم ولا يرغبون في الاندماج أصلاً إذا كانت تقاليدنا لا تعجبهم يمكنهم العودة إلى بلادهم التقينا أيضاً إيرفيد شاريت أحد أقطاب يمين الوسط سابقاً ووزير خارجية فرنسا الأسبق الذي شرح لنا كيف استقطب مكرون شريحة واسعة من ناخبي اليمين واليسار ماكرون يمثل الوسط والذين سيصوتون له يفعلون ذلك باسم قناعاتهم سواء كانوا من اليمين أو اليسار ليقولوا إن هذا الانقسام أصبح من الماضي قبل خمس سنوات حصلت مارين لوبين على أقل من أربعة وثلاثين في المائة من أصوات الفرنسيين فيما تعطيها الاستطلاعات حالياً ما بين ستة وأربعين وتسعة وأربعين في المائة من الأصوات في الدورة الثانية ما يديق كثيراً الفارقة بينها وبين ماكرون بداية الشهر الماضي أصبح ماكرون الرئيس مرشحاً فهل تصبح لوبين المرشحة رئيسة قبل نهاية هذا الشهر؟ سؤال يبرره دخول عوامل كثيرة في حسابات الناخب الفرنسي مؤقراً بعضها يجعل المستحيل أقل استحالة إن لم نقل ممكناً سينق نايبر الحدث تاريس